بعد أن كثر الحديث في الآوينة الأخيرة عن قرب رحيل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبدالقادر بن صالح ها هي الاستقالة تأتي فعليا من خلال رسالة مطولة كتبها الأخير ووجهها لمناظرية الأرندي معتبرا أن مصلحة الحزب فوق كل اعتبار وأشار بن صالح إلى أنه ارتأ بكامل روح المسئولية التنحي من منصبه ليترك للمناظرين حرية اختيار الأمين العام الجديد ونوه بن صالح إلى أنه خلال فترة قيادته للحزب عمل على الحفاظ على وحدته واستقراره وهو السبب نفسه الذي دفعه للاستقالة استقالة بن صالح ستدفع التجمع الوطني الديمقراطي إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني أصوها العضو أكبر سنا وهو وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق أبو عبدالله غلام الله بمساعدة العضو الأصغر سنا أيضا من أعضاء المجلس الوطني وينتظر من خلال الدورة الاستثنائية تنصيب أحمد أويحيا أمينا عاما بعدما كثرت الأصوات المطالبة بعودته على رأس الأرندي سواء ما تعلق الأمر بأعضاء المجلس الوطني للحزب ووزراء الحزب في الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المجلس الشعبية والولائية ومناظر ومنتخبي الحزب في 48 ولاية وكذا الجالية في الخارج عودة أويحيا واستقالة بن صالح مرغما لا مخيرا تطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه العودة ستقضي على مشاكل الحزب خصوصا أن أويحيا استقال في وقت سابق من أمنة الحزب لنفس الأسباب وبنفسه الطريقة أو فقط سابق من أمن적 الحزب لحوان paved ثانب تع Man في trabalhar synسوات العر urge الل Parlament هو خليط شخصا أن أوفا وليس Scroll